القرار بقى بيتم اختيار العملية بناء عليه هل هي بتكون رغبة المريض أم هو قرار طبي؟ ده برضو سؤال جميل جداً عشان يصلح برضو للأسف مفهوم في الـ practice بتاع هذه العمليات إن المريض بيكتير بنسمع بيروح وأنا بيجي للمريض داخل العيادة أو المريضة أنا جاي عايزة أعمل عملية تكمين مثلاً يعني بيبقى جاي مقرر هو نقرر من إيه بقى من الوسائل الإعلام أو من تجربة الشخصية لأحد الأصدقاء والأقارب فبيجي جاهز إنه هو جاي بحاجة مسبقة ولكن قد تكون إن العملية لقريبك عملها أو صديقك عملها مناسبة له لكن مش مناسبة لك إنت ففي معايير علشان نختار نوع العملية ببساطة شديدة هنقول إن أولاً إنه هو لابد من الحديث مع المريض قبل العملية عشان نعرف طبيعة أكله هو حبيب إزاي زي ما قلنا في التحديد قبل العملية طريقة أكله عمل إزاي النمط بتاع حياته عمل إزاي بيلعب رياضة أو لم يبلعبش رياضة الطريقة بتاعة لبسه وهل هو حبيب لبسه وصوصاً في السيدات أو الأنسات حبيب لبسه أو اللي عايز أنه هو يغير من طريقة لبسه هل في أمراض مصاحبة زي السكر زي الضغط كل ده لازم يضع في الاعتبار في اختيار روع العملية يعني لما هنقول مثلاً هاخد جزء من الكلام اللي قلناه قبل كده مريض بيحب السكريات وما يقدرش أنه يمتنع عنها ونيجي نعمله عملية تكميم ويجي من ورانا أو من وراء الدكتور التغذية يبتدي ياخد هو الحاجات اللي هي سهلة البلع ويبقى معنا كده أنه هو الوزن مش هيقل بالدرجة المقمولة يبقى في هذه الحالة المريض لو هو مش قادر يستغل عن السكريات هقول له لأ عملية التكميم ما تنفعكش لما نيجي نقول عملية تحويل المصاري نحن انتفقنا هما دول أكتر عملتين بتعملوا في الوقت الراهن التكميم وتحويل المصار تحويل المصار بأنواء لأن تحويل المصار له طريقتين جرحيتين يعني سواء دي أو دي نفس النتائج يعني فحنقول أنه هو تحويل المصار لو المريض ما هواش قادر على أنه هو ياخد الفيتامينات وياخد الحاجات التعويضية بعد العملية يبقى ما يصحش أنه أنا أعمله تحويل المصار المرضى اللي هما عندهم السكر عالي بسبب السمنة يعني جالوا مرض السكر مصاحب للسمنة أو الضغط عالي بسبب السمنة وبالأدوية مش قادر أنه هو يسيطر عليه الجراحة دلوقتي بقى بتخفف في السكر والسمنة ده سؤال كان دي حاجة إحنا تربينا عليها من وإحنا طلبة في كلية الطب أن السكر والضغط دي أمراض مصاحبة المريض هيتعيش معها طول عمره طول حياته التطور الجديد دلوقتي أنه أصبح دلوقتي فيه علاج جراحي للسكر والضغط عن طريق عمليات السمنة جراحات السمنة فلو المريض السكر بتاعه عالي جدا والضغط بتاعه عالي جدا مش قادر أنه هو يسيطر عليه عمليات تحويل المصار أنجح فيه أن هي أحياناً بتشفي تماماً السكر والضغط الدم وممكن ما يحتاجش الأدوية خالص بعدها لكن عملية التكميم لها دور برضو بتحسن نسبة السكر وبتحسن الضغط فبالتالي الأدوية ممكن عدد الأدوية والجراحات بتاعتها تقل بعد العملية لكن اللي هو خارج السيطرة قد يكون أنه هو تحويل المصار بيكون أفضل يعني في كل الأحوال مرضى السكر ومرضى الضغط بشكل عام بيستفيدوا من جراحات السمن آه جداً جداً يعني زي بقول حريك إذا لم يشفوا تماماً على الأقل بنقلل كمية الأدوية اللي بيحتاجوها بعد موزنهم بيتزبت بعد كده وده بيؤكد أن القرار قرار نوع الجراحة هو قرار طبي خالص مايز شوف تحدك بقى أنا قلتها شوية حاجات وفيه حاجات يعني يمكن تفاصيل أكتر ونش عايزين ندوش المشاهدين بيها بنحطهم بقى في ميزان أيوه ونشوف بالنسبة للمريض اللي قدامي ده أنهي كافة الأرجح وأنهي العملية الأنسب لأنه هو الهدف أن أنا أعمل عملية أن هي تنجح تجيب نتيجة فأنا علشان أجيب نتيجة كويسة من العملية لازم أختار العملية صح بالزبط كده مش أي عملية واحد صديقي عملها أو واحد صاحبيتي عملتها أو ما عمل زيها لازم الاختيار الصحيح